اشتركوا في القناة التي ستبقى دائما بدون فعالية مع استمرار دائما لهبوب الرياح على الجهة الجنوبية الشرقية للوطن وتبتد نحو شمال سحراء تبقى قوية نسبيا تعمل على تشكل زوابع رملية ورداء في الرؤية درجات الحرارة المتوقعة ان شاء الله لامسية اليوم تبقى دائما درجات حرارة موسمية على الجهة الشمالية للوطن كذلك نسبة الرطوبة ستبقى عالية نوعا ما على الجهة الشمالية خاصة السواحل الغربية ان ستصل فيها نسبة الرطوبة الى 97 بمئة بينما ستتراوح ما بين 70 حتى 85 بمئة ما بين السواحل الوسطى وصولا بالشرقية اما على درجات الحرارة تتراوح ما بين 20 حتى 22 درجات 23 على المدن الداخلية للوطن 23 كذلك بالمرتفعات الغربية 19 ببتنى 529 ببشار بالنسبة لشمال السحراء درجات الحرارة فيها لا تفوق 30 درجات 30 كذلك بتندوف اعلى مقياس سيكون ما بين تندوف وصولا حتى وسط السحراء كذلك اقصر جنوب تتراوح فيها درجات الحرارة نوعا ما ما بين 29 حتى 31 درجة و25 بالجهة الجنوبية الشرقية بالنسبة لغدا ان شاء الله حالة الطق ستبقى نفسها الأجواء ستبقى نوعا ما حارة بالنسبة للجهة الجنوبية للوطن كذلك فيما يخص الجهة الشمالية خاصة المرتفعات والمدن الداخلية القرمين السواحل ولكن خلال الصبيحة ستتشكل بعض الغيوم الجزئية على الكل المرتفعات وصولا بشمال الصحراء والجهة الجنوبية الشرقية ستستمر طيلة التلاشع على الجهة الشمالية وتصبح الأجواء تقريبا مشمسة صافية على العموم أما بالنسبة لدرجات الحرارة كما قلنا درجات حرارة مرتفعة سواء على الجهة الشمالية والجنوبية ولكن على مقياس سيكون دائما بالجهة الجنوبية وتكون مع الظاهرة إن شاء الله ستصل إلى 48 درجة كأعلى مقياس 40 بيتيندوف يعني حتى الجهة الجنوبية الغربية للوطن وعنما استعرف ارتفاع تدريجي في درجات الحرارة خاصة تيندوف لا تفوق 43 درجة بشمال الصحرات 39 بالهوغر وتسلي 41 درجة بأقصى الجنوب ستصل إلى 35 درجة بكل المرتفعة الداخلية للوطن بالنسبة للمدن الداخلية مع الظاهرة إن شاء الله درجات الحرارة فيها تتراوح ما بين 39 حتى 42 درجة 33 إلى 35 درجة بالمدن الساحلية نسبة الرطباء إن شاء الله ستصل إلى 52 بالمئة حالة البحر إن شاء الله سيبقى تقريبا من قليل الاضطراب إلى مسترب خلال الصباحة على السواحل المسطة لكن مع الظاهرة إن شاء الله البحر سيبقى من قليل الاضطراب إلى هادئ تقريبا على طول الشريط الساحل سرعة الرياح ستصل إلى 25-30 كم في أسعى بينما اتجاه الرياح سيبقى في اتجاه نواحي ستكون تحتى تيارات من شمالية إلى شمالية شرقية على طول الشريط الساحل بالنسبة لوقت شروق الشمس بالجزائر العاصمة ودواحها إن شاء الله لنهر الغد سيكون في حدود الساعة و48 دقيقة أشكركم على طيب الإصغاء والمتابعة في أمان الله